السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم استكمالا في الكورس الفيسبوك او الفيسبوك مارتينج اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الكمبين وفهمنا الانواع الكتير للكمبين والهدف من كل نوع وامتى استخدمه وامتى ابدأ اتعامل معاه ولكن ما كريتناش الكمبين نفسه فالمحاضرة دي ان شاء الله هنبدأ بقى نكريت الكمبين علشان نشوف هنبدأ نكريته ازاي وايه المتطلبات المطلوب علشان اكريت كامبين بطريقة احترافية لان زي ما قلت وهفضل اقول الكورس ده في الاصل مدفوع يا جماع يعني انا بسجلك الكورس ده اه هو موجود على اليوتيوب اه فري ولكن المعلومات اللي موجودة داخل الكورس ده صدقوني والله والله ما هتلاقوها حتى في الكورسات المدفوعة فبالتالي لو دي اول محاضرة حضرتك بتسمعني فيها ياريت تروح لقوائم التشغيل في القناة هتلاقي قائمة التشغيل خاصة بالفيسبوك وهات الكورس من اوله علشان تقدر تستفيد وحاجة تانية حابين نقولها ان الكورس ده التارجت بتاعنا فيه بعد ما نخلصه ان شاء الله ان انت هتكون قادر على بداية العمل الخاص بتاعك في الماركتنج عن طريق الفيسبوك اللي ناس كتير جدا بتطلبه والانكم بتاعه رائع جدا والاحترافية فيه كمان مش هتتوقف بس على الكورس ده لا انت بعد الكورس ده هتبدأ تطلع وهقولك على المصادر بتاعتك اللي هتبدأ تطلع عليها علشان تبدأ تتعمق اكتر في الماركتنج داخل الفيسبوك وتجني ارباح مرضية لك يلا نبدأ على بركة الله احنا قلنا علشان نعمل بنروح للتسع نوقت دول انا بادي معاك طبعا كورس من تحت الصفر كأنك مش فاهم اي حاجة فعذرا للناس اللي هي عندها باكراوند فالكورس ده جماعة للمبتدئين فمش مشكلة استحملوا واكيد هتطلع بمعلومة نقصاك او ما كنتش واخد بالك منها طيب هنضغط على التسع نوقت دول وحنضغط على الاتس مانيجر مجرد ما اضغط على الاتس مانيجر حيدخلني على الصفحة دي تمام في هنا الكمبين وهنا في الاتس وهنا الاتس طبعا الكمبين قلنا والسقف الكبير اللي بيندارك تحته الاتس والات تمام في معلومة قلها لك انا ممكن اعمل كمبين واحد ويندارك تحته مجموعة كتير جدا جدا من الاتس تمام طيب في انا عندي اهو الكمبين بتاعي هنا بيقول لي اديشهم نشوفه بعدين ادي الكمبين انا عامل كمبين قردي تعال اعلم عليه كده هو واشيله علشان نعمل كمبين جديد تمام انا علشان اعمل كمبين هروح على كريات شايف الكمبين دي لازم اتأكد ان انا هنا مش هنا تمام قلنا الكمبين ده الامبرلا الكبيرة او السقف الكبير اللي بيندارك تحته الاتس هل انا ممكن اقدر اعمل اكتر من ااتس تحت الكمبين اه وده هنشوف تمام طيب هقول له كريات مجرد ما اقول له كريات حيبدأ يفتح معي الصفحة اللي هي فاتحت معنا المحاضرة اللي فاتت وفيها انواع الكامبين او الكتير جدا وشرحناها واحدة واحدة المحاضرة اللي فاتت طيب هنقول له مثلا هنعمل كمبين لريتش وليكن مثلا انا عايز اعمل ريتش لماي ويب سايت مثلا وهقول له كونتانيو مجرد ما اقول له كونتانيو هيبدأ يوديني هنا هو بقى هنا بيقول لي الكامبين نيم ايه اسم الكامبين هتختار اسم الكامبين بتاعك وليكن مثلا ادهم كامبين مثلا تقدر تكتب اي اسم انت عايزه تمام هنا هو بقى دي لازم تاخد بالك منها اوي 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 بص هنا لو قلت له مور هيبدأ يفتعل هنا هتعاولوا بصوا هنا بيقول لك سوشيال ايشز الليكشنز اور طوليس بصوا جماعة بمختصر المفيد لو اني انا هعمل اعلان داخل الفيسبوك هتكلم فيه في السياسة او في مجلات علمية او ابحاث علمية او انتخابات دولة او انتخابات رئاسية انا لازم اقول للفيسبوك انا هعمل اعلان من هذا الاساس او من هذه النوعية فالفيسبوك لما يشوف الاعلان بالطريقة دي هو وبيرجعه بيطلب مني انا مجموعة من الاوراق والمستندات والدوكمنتيشن اللي تثبت شخصيتي وهويتي لان طبعا الفيسبوك يعني بيعتقد ان الاعلانات اللي من النوع ده بتأثر في المجتمعات وبتأثر في سياسة الدول فهو طبعا لازم يأمن الاعلانات دي كويس طيب لو انا هعمل حاجة زي كده هعلم هنا هون حلو تمام بس انا مش هعمل خلاص يبقى انا الاعلان بتاعها اعلان تجاري بس خلاص اعمل اعلان تجاري اسوق الكورس اسوق المتجر فبالتالي انا مش محتاج اعلم على دي لقد بنا منها جدا اللي هي الاسبيشيال اد كاتيجوري تمام بالقرارها تاني الاعلان ده لو انت علمت عليه الفيسبوك هيطلب منك المستندات اللي بتثبت هويتك علشان يعمل للكمبين ده فبالتالي انا مش هيبقى عندي تمام حين هو تحت في بيقول لي هنا ايه طبعا دي ظهرت في الاول لو انا عايز اغير انا مسلا عامل الاعلان بتاعي ريتش ليه الويب سايت مسلا او اي حاجة ريتش او البراند مسلا او جروب فيسبوك او صفحة فيسبوك تمام فانا عاملها ريتش طيب انا عايز اغير الريتش فبضغط على ايدت بمجرد ما اضغط على ايدت زي ما انت شايف بيديني تاني الابجيكتف الخاصة بالكمبين واقدر اختار اللي انا اه محتاجه منها تمام تمام جدا بس احنا طبعا هنشتغل على الريتش لأ لسا مش هنبابلش دلوقتي بابلشها طيب احنا ضغطنا ولط عادي جدا هو بابلش الكمبين اهو احنا ضغطنا بابلش المفروض ما نضغطش بابلش مش مشكلة هنعمل له ايدت ونخش نكمل طيب هو هنا هو ده الكمبين ادهم كامبين هقول له ايه هشيله خلص اشان انا مش عايزة بتتلقبط تمام وهقول له كريات كامبين من جديد وهقول له وهقول له كنتانيوم هسمي ادهم او ممكن تسيبه على فكرة عادي يعني ادهم صابر كامب ده الاسم وقلنا شرحناها وقلنا طالما ان انا مش هشتغل في السياسة يبقى مش هعلم عليها هنزل تحت بقى ودي مهمة جدا ال اي سلاش بي تست هنا بقى الفيسبوك او الهدف من ال اي بي تست دي في ناس كتير بتتجاهلها الهدف او الغرض منها ايه ان انت ممكن تعمل تست لو انتو فاكرين في اول المحاضرة انا قلت ايه الكمبين انا ممكن احط جواه اكتر من اد ستس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وكل اد ستس هيكون مسؤول عن اعلان يعني ادهم ادهم صابر ده ده الكمبين الكبير اللي هو الامبريلا احط جواه مثلا خمسة اد ستس واحد مثلا ريتش واحد مثلا لبراند واحد تاني اعلان فيديو او ترويج لفيديو او ترويج لمنتج تمام فالفيسبوك هنا بقى بيديني عن طريق التست ان انا اتستت كل الاد ستس دي تمام واشوف اكتر اد ستس بحقق التارجت بتاعها من مشاهدات من ريتش من اكشن سواء كان شراء او 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 وبدل مصرف على كل الاعلانات فهنا بقوله اوتوماتيك اوتوماتيك للتست فالفيسبوك بيختار افضل افضل اد ستس اداءا وبيبدأ يصرف عليها من الميزانية اللي انت محددها لو انا قلت له جيت ستارتد هنا بقول لي ايه بقى تمام طبعا انا خلاص عملته فبعدين هنبدأ نزبطه هنزل تحت هلاقي الكمبين باجت اوبتومايزيشن ودي الباجت بتاعت الكمبين بتاعتك لو انا عملت لها اون كده هيديني هنا هو مديلي باي ديفولت خمسة دولار اه للضيالي اه الضيالي باجت ممكن اغيرها اه ممكن تخليها مسلا اتنين دولار انا حر تمام تمام يبقى انا كده الباجت الداية اللي بتاعي او كل يوم هيصرف اتنين دولار على الكمبين ده او على الاد ستس اللي هتكون موجودة داخل الكمبين ده بس احنا هنعمل لها دلوقتي اف تمام وبعدين هنزبطها بعد ما نعمل الاد ستس وبكده انا خلصت المفروض كده انا خلصت فهقول له نيكست بمجرد ماقول له نيكست خلاص يوهو دخل هنا بيسألني بيقول لي الاد ست نيم وده مش شغلنا المحاضرة دية احنا الشغل الاد ستس ان شاء الله المحاضرة اللي جاية ان شاء الله هنبدأ نيكارية الاد ستس يبقى انت كده المحاضرة دية عرفت ازاي تكارية الكمبين بتاعك المحاضرة الجاية احنا قلنا الكمبين ده الامبرلا كبيرة الامبرلا دي هيندرك تحتها الاد ستس وممكن اعمل اكتر من اد ستس وده اللي هنشوفه بالتفصيل الممل المحاضرة اللي جاية وهي محاضرة مهمة جدا 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 لانها بداية بقى ايه خلاص بقى هتحدد الكميونيتي بتاعك او المجتمع بتاعك وتحقق التارجت وتحقق انت عايز تستعدي في اي دولة في اي محافظة والنوع ايه زكر او انسة الاهتمامات الاعمار كل ده هنتكلم فيه واحنا بين كارية الاد ستس استناني المحاضرة اللي جاية ان شاء الله علشان نبدأ نكارية ايه الاد ستس بص لو انا رحت دلوقتي هنا هو ودخلت على الادس المانيجر حيدخلنا هنا هو زي ما انت شايف هو كارية ادهم صابر كامبا تمام لو انت عايز تعدل شوف هتة هنا بقولك ايه الديليفري تمام هنا لو رحنا للبوجت يوزنج اد اد شوف هنا البوجت لان احنا ما فعلناهوش فبالتالي هو مش اه مفعله تمام هل انا ممكن اعمله من هنا لأ احنا هنعمل ايه هنضغط على ايدت عند الاسم بتاع الكامبيل وحيبدأ يدخلنا على اخر ايه حاجة هي زي ما انت شايف هي الكمبين نيم وا 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 علشان اعمل اقدر اغير البوجت من هنا تمام واقدر اعمل نكست واضيف الاد ستس استناني المحاضرة اللي جاية ان شاء الله علشان نبدأ نكارية الاد ستس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة